زي ما قلت لحضراتكم نهارده حلقتنا بعنوان ما يدور على السوشال ميديا هتقول لي أم إسلام إيه اللي بتقوله وإيه اللي هتقوله وقبل ما الناس تتسرع يعني في مضمون الحلقة خلينا أقول لحضراتكم أن احنا كفريق عمل أنا ما بشتغلش الواحدة بالمناسبة أنا معايا مجموعة عمل بتشتغل تابعنا كفريق عمل طوال الفترة الماضية ما يدور على السوشال ميديا من اتجاهات وقراء بخصوص كل ما يتعلق بالنادي الأهلي وفريق الكرة وأول سؤال هل الأهلي محتاج صفقات في كل المراكز كمية تعليقات سلبية واستعجال الصفقات والانتقالات كأن الأطرح يفوتنا مثلا طبعا قبل بس ما كمل كلامي في هذه النقطة اللي بيعمل كده معروفين هي لجان بعض من لا يشجع النادي الأهلي هتقول لي عرفت منين؟ احنا بنعرف معلش يغذروني عشان كده أنا بقول لحضرتك أنا عندي فريق عمل مش أنا قناة عندها فريق عمل كامل بيتابع اللي بيحصل ده مش جمهور الأهلي جمهور الأهلي حتى تعليقاته وحتى لما بيسأل بتقوله طب صبر بكرة بعده بيقعد معاك وبيشجع وبيساند لكن اللي بيعملوا كده مش جمهور أنا عارف إن أنا هيقطعوا كلامي وياخدوه يقولوا إن إسلام بيقول إن جمهور الأهلي هو لا أنا بقولش جمهور الأهلي أنا ما بقولش جمهور الأهلي أنا بقول بعض من لا يشجع النادي الأهلي وإحنا بقالنا ثلاث تيام وانا أربع تيام بالدليل بالدليل ماشيين ورا بعض الأكاونتات اللي موجودة وبنوصل بنعرف إن دول تابع فلان اللي بيديهم كام في الشهة وهم مش بيشجعوا النادي الأهلي هم مش جمهور النادي الأهلي أكاونتات فاك وهمية أشخاص يعني إسلام مثلا عامل عشرين أكاونت فإسلام ده فلان الفلاني اللي ضد النادي الأهلي مدي له مبلغ علشان يخش على التعليقات هي فين اللعيبة هي فين المدير الفني هو أنتو مش عارفين تجيبوا لعيبة مش عارفين تجيبوا مدير فني والله العظيم تلاتة هذا اللي أنا بقول لحضرتك ده هو تكسيد لما يحدث على السوشال ميديا مش كل السوشال ميديا السوشال ميديا النادي الأهلي معروفين هتقول لي عارفهم بالاسم مش بالاسم ولكن أولا إحنا نعرف أسماء كثيرة جدا منها اللي على السوشال ميديا ولهم كل الاحترام حتى في انتقادهم بيحبوا النادي حتى في انتقادهم بيحبوا النادي وعارفين بينتقدوا النادي إزاي لكن تخش وراء الأكاونت وتفضل ماشي وراء وتوصل للحاجة اسمها يعني حاجة كده بتتعمل علشان تقدر توصل ده مين وجايبه منين فتعرف مين صاحب الأكاونت تلاقي ان صاحب الأكاونت ده تخش على الأكاونت الأصل بتاعه تعرف انه هو ما بيشجعش النادي الأهلي بيشجع نادي آخر او والله العظيم ثلاثة وبيعمل ايه بقى تعليقات هي اللعيبة فين هو النادي الأهلي قدرته الفشلة بالزبط كده قدرته الفشلة مش عارفة تجيب لعيبة مفيش حد من جمهور النادي الأهلي بيقول كده على أي اقدارة من ادارات النادي الأهلي بالمناسبة يعني احنا بنشك ازاي احنا بنشك ازاي احنا بنشك لما بنلاقي تعليقات خارج الصندوق مش ده هو جمهور النادي ما بيعملش كده لا لا جمهور النادي عمره ما يعمل كده فنشك نفضل ماشيين وراء ده ونجيبه في حتة تانية في صفحة تانية بيقول ايه وبنفضل ما انا بقول لحضرتك انا بقالي فترة شغال على هذا الامر فبنعرف ان هو تبع اسلام تخش على اكاونت بقى الرسم الاصلي بتاعه تعرف ان هو ما بيشجعش ده ضد النادي الأهلي قلبا وقالبا وعمره في حياته ما شجع النادي الأهلي ولكن هو مدفوع مدفوع من البعض علشان زي ما قلت لحضرتك ده يطلع يقولك ايه تلاقي عشرين خمسة وعشرين تعليق وراء بعض يا فين اللعيبة اللي مش عارفين تجيبوهم مش عارفين يجيبوه لعيبة لإقدارة لجنة التخطيط في النادي الأهلي وإقدارة الكرة في النادي الأهلي مش عارفين يجيبوه لعيبة هل هذا صحيح او حقيقي طيب تعالوا كده نراجع مع بعض سكواد النادي الأهلي وانا برد بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة ازاي تعالوا كده نراجع زي ما قلت لحضرتكم سكواد النادي الأهلي الفترة الأخيرة ولعيب النادي الأهلي طيب هو معيار اي فريق ايه ان هو ياخد دوري او كاس او بطولات او ان لعبته تروح المنتخب افضل حاجة في الدنيا ان يبقى عندك مجموعة لعبين بيروح المنتخب دوليين هل ده مصبوط ولا مصنفين دوليين طيب تعالوا نتكلم عن المنتخب الاول هتلاقي في كل تجمع على الاقل على الاقل 8 لعبين من النادي الاهلي موجودين في اي تجمع للمنتخب الاول الشيناوي حارس مصر الاول وعلي لطفي ومصطفى شوبير اجادوا الحقيقة في الفترة اللي فاتت وقدوا بشكل جيد جد خط الدفاع هتلاقي مين ايمان اشرف ياسر ابراهيم حمد عبد المنعم ابرامي ربيع عراح برضو ماتش مهم جدا جدا حتى كريم فؤاد اللي كان من مكاسب المباريات الاخيرة تم ضمه رسميا لقائمة منتخب مصر مؤخرة طيب ده خط الدفاع طيب خط الوسط مين الثناء الابرز واللي كان دايما في وسط الملعب في اخر عشرين مباراة للمنتخب سواء بطولة عربية افريقية تصفيات كاسعلم اسمعكو اسمعكو هلما بتشجعوش النادي الاهلي ايوه السلية وحمد فتحي انا عارف انا بحاول اتكلم بالمنطق انا عارف ان المنطق مش عندك لكن انا بحاول اشرح لك بمنطق مين لاعب وسط في مصر مستوى افضل من عمر السلية وحمد فتحي ده بناء على ايه مش اسلام لكن اختيارات المنتخب اسئلة منطقية بس محدش بيطرحها على السوشال ميديا ولا بيجاوب عليها بص على منتخب مالي مثلا هتلاقي قليو ديانج متقلق طب عايزين من تاني انا بتكلم للناس التانية انا عايزين من تاني طيب تحت الفراودة محمد مجدي ابش عودة المتقلق محمد محمود انا على ما بفتكر كده الاجنحة طاهر وبرستو كهربا واحسن الشحات اه فيه اصابات اه فيه لعبة مجهدة ولكن عندما تنظر هم دول الافضل هم دول الافضل الكاف مش اسلام مش جمهور النادي الاهلي ولكن الكاف لما رشح افضل لعيبة في افريقيا كان فيه منهم كان واحد بس عشان ما اقولش كلمة خمسة خمسة لعيبة من النادي الاهلي علي معلول أليو ديانج محمد الشناوي محمد عبد المنعم او انا اسف محمد الشريف محمد شريف وبرستاو محمد الشناوي اللي كسبها افضل لعبة في افريقيا هل الكاف اهلاوي هل ده الكاف لا يفتقد هل الكاف يفتقد للمنطق مثلا الصفقة الاهم من هؤلاء اللاعبين اللي انا قلت اسمائهم تمانية تسعة عشر لعيبة اللي انا قلت اسمائهم الصفقة الاهم انهم ارتاحوا وحتشوفوا الكلام اللي انا بقولوا ده انا عارف دلوقتي جمهور النادي الاهلي انا عارف انهم اتدايق وزعلان ولكن الحمد لله كلام اللي احنا بنقوله بعد كده بيطلع بيشكرون عليه مش اسلام انا بتكلم على قناة الاهلي وعلى اللي بيحصل والإقدارة النادي الاهلي دايما بتقولين عليه لكن هل معنى اللي انا بقوله ده اسلام ان ما فيش تدعمات يا جماعة انا ما قلتش كده خالص لان الطبيعي ان يكون هناك تدعمات قبل اي موسم بالنسبة للنادي الاهلي اي نادي كبير في العالم لازم بيعمل تدعمات لكن مش تدعماته خلاص يعني مش عايز اجيب مثلا ان انا اكتر نادي النادي او اعمل عضلاتي او اريكوا عضلاتي واقول ان انا جبت عشر صفقات او لا خمست عشر صفقة وانا مش هستفيد منهم لكن اللي مش طبيعي ان كل شوية حد يطلع يقولك ايه الاهلي بيخلص في فلان وعلان و ترتان وعادة الكلام ده ما بيكونش حقيقي وحسبت لحضرتك دلوقتي بالدليل لان الاهلي عادة ما بيشتغلش غير على احتياجاته الفنية بدون حديث اعلامي لكن انا كمشجع اهلاوي عمري ما حمشي ورا حد عاوز يهدم فرقتي او يشككني في قدرات لعبتي او قدرتي لعبتي دول اللي انا شجعتهم وقدرتي دي اللي انا سنتهى ووقفت وراها عشان تجيبلي اللعبة دي علشان يخضب تلتين افريقيا والبطولات اللي فاتت ويكتسح كل البطولات المحلية والافريقية اللي فاتت زي ما بيحصل بالزبط بالزبط ده اللي بيحصل في ملف المدير الفني اقولك اللي بيحصل يعني على افتراض بريكنج نيوز او يعني حاجة كده اقولك ايه لا 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 عاجل تخمينات في النادي الاهلي او اعرف فلان الفلاني او اعرف مدرب او المدير الفني للنادي الاهلي او المرشح الابرز للنادي الاهلي من خلال الكلام اللي انا هقوله لكو ده مش أنا اللي بقول كل الناس بتقول كل الناس بتقول هذه التخمينات في كل البرامج التلفزيونية بس أنا برامج التلفزيونية كل بيجتهد فيها وبيشتغل لكن الكل على مواقع التواصل الاجتماعي بيشتغل على هذا الكلام ده مبارح أو أول مبارح خلوا فيه مدير فني معين يمضي في النادي الأهلي أو مضى في النادي الأهلي لكن الطبيعي أو اللي بيحصل إيه اللي بيحصل إن النادي الأهلي بيبقى محدد اتجاهه في حتة معينة وعارف هو عايزه وراح له وعلى طول بالمناسبة في الفترة الأخيرة المدير الفني لنادي الأهلي بيكون مدرب مفاجأة يعني إيه أرجع بالذاكرة مع حضرتك لورا شوية هو الأهلي عندما تعاقد مع السويسري ريني فيلر السوشال ميديا كانت تعرف اسمه قبل إعلان النادي الأهلي هل السوشال ميديا كانت مجتمعة على أنه مدرب كويس لا لكن لما اشتغل إيه اللي حصل كل الناس قالت أنه هو مدرب عبقري وجامد لأنه اللي ماشي دلوقتي أو السوشال ميديا بعدما لا يشجع النادي الأهلي بتحاول تزقه إن إدارة النادي الأهلي بتمشي ورا السوشال ميديا إدارة النادي الأهلي بتعمل كل العيزات السوشال ميديا علشان تستريح لكن هذا الكلام غير صحيح لأنه زي ما قلت لحضرتك هاو هل حد كان بيطالب بريني فيلر قبل ما ريني فيلر ييجي لا ما حصلش وحد يثبت لي إن ده حصل طيب بعد ريني فيلر جي موسماني فاكرين قبل ما موسماني ييجي إيه اللي حصل ما حدش كان متوقح لا أقول لك ساعتها أنا فاكر كويس قوي قال لك إيه بعدما لا يشجع النادي الأهلي قال لك إيه هي جنوب أفريقيا دي فيها كرة والله يتقال كده لكن في النهاية النادي الأهلي بيشتغل وقتها برضو لو تفتكروا السوشيال ميديا انقسمت وقالت مدرب إيه ده اللي حنجيبه من جنوب أفريقيا ولكن الرجل كمل شغل فيلر وخدنا الدوري واكتسحنا كل البطولات الأفريقية والمحلية لا ولا الاحتواء بقى زي ما حضراتكم فاكرين وعارفين السنة اللي فاتت والسنة دي بغض النظر بغض النظر عن ريكاردو سوارش وأنه هو كويس أو وحش أو ظروف تجربته هل كان حد عارف أن الأهلي حيتعقد مع ريكاردو سوارش الدرب قبل ريكاردو سوارش خمسين أسم أقسم بالله خمسين أسم لكن محدش قال ريكاردو سوارش بس في النهاية إدارة النادي الأهلي بتعمل إيه بتعمل اللي فيه صالح النادي الأهلي ومتطلبات النادي الأهلي بمعطيات مختلفة تماماً عن ما يدور على السوشال ميديا لكن هل ده معناه أن رأي السوشال ميديا مش مهم؟ أو أن رأي الجمهور مش مهم؟ بالعكس لازم الناس تفهم هذا الأمر هنا بقى لازم نفرق ما بين السوشال ميديا وما بين الجمهور جمهور الأهلي جمهور الأهلي اللي من حقه يختار ويقول وينتقد ويعمل كل اللي هو عايزه لأنه اللي أنا شرحته لحضراتكم من الأول إن السوشال ميديا دي مش دايماً واقعية أو عالم واقعي أو حقيقي اسمه الواقع الافتراضي أو العالم الافتراضي فيه ناس بتدخل بأسماء وهمية زي ما قلت لك من شوية لو عايزيني أتكلم أو أجيبكم الحاجات دي موجودة هوريها لكم لكن ممكن جداً زي ما قلت لك إسلام الشاطر مثلاً يعمل 500 أكاونت ويخش يقول زي ما قلت لك كده إدارة الأهلي إدارة فشلة أو إدارة الكرة في الناد الأهلي إدارة فشلة علشان مش عارفين يجيبوا لعيبة هم ليه ما جابوش لعيبة لغاية دلوقتي هو إيه اللي بيحصل كل يوم بيترح أكتر من عشر أسامي لمدربين ولاعبين وتختلف التعليقات مش هقول الناس ولا الجمهور لأن التعليقات دي وارد جداً تكون تعليقات وهمية أو وارد جداً تكون لناس مش من جمهور النادي الأهلي وهو ده اللي أنا بشوفه أو شفته بعناي بالدليل فبالتالي السوشال ميديا مش دليل مش مقياس في اتخاذ القرارات لكن هل ده معناه أن زي ما قلت لك النادي الأهلي لا ينظر للسوشال ميديا أو للجمهور لا طبعاً جمهور النادي الأهلي الحقيقي واعي وفاهم وعارف إن مهمته يكون في ظهرنا دي وإقدرته وفرقته ولا عمره تأخر عن ندي الأهلي أبداً ولا الأهلي خزنوا قبل كده الحمد لله والشكر لله اشتركوا في القناة